يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر وإريتريا تطورا كبيرا في عهد الرئيس السيسي واتذلك كتكسيد لتميز العلاقات السياسية بين البلدين وتعد آلية إقامة معارض المنتجات المصرية هي الآلية الأكثر أهمية في عملية التبادل الأتجاري بين البلدين علاقات اقتصادية قوية تجمع ما بين مصر وإريتريا تعكس التعاون الكبير ما بين البلدين في كل المجالات وتؤكد عمق روابطهما التاريخية شهدت العلاقات ما بين البلدين تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ففي العام 2018 بلغ حجم التبادل التجاري ما بين مصر وإريتريا 119.5 مليون دولار مقابل 104.8 مليون خلال 2017 ووفقا لتقرير صادر عن إدارة الدول والمنظمات الإفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجاري فقد ارتفعت الصادرات المصرية إلى إريتريا لتسجل 116.99 مليون دولار خلال العام 2018 مقابل 103.43 مليون خلال 2017 فيما ارتفعت الواردات المصرية من إريتريا لتسجل 2.5 مليون دولار خلال العام 2018 مقابل 1.4 مليون دولار خلال العام 2017 وبسبب هذه الزيادات قدرت نسبة السلع المصرية الموجودة بالسوق الإريتريا بصفة ثابتة بنحو 10% من إجمالي السلع تبلغ أحيانا نسبة السلع المصرية 60% وذلك مع القبول الذي تتمتع به تلك السلع لدى المواطن الإريتريا فضلا عن سمعتها الطيبة وتعد آلية إقامة معارض المنتجات المصرية هي الآلية الأكثر وأهمية في عملية التبادل التجاري ما بين البلدين كما يتعاون البلدان في مجالات التعدين والطاقة والذي يضم شبكة الربط الكهربائي بإريتريا بجانب حفر الآبار ومشروعات إنشاء السدود وتخزين مياه الأمطار واستخدام تكنولوجيا الصوبات الزراعية في الزراعات هي إذن علاقات اقتصادية مميزة تأتي نعكاسا لمستوى التعاون المتميز ما بين البلدين على جميع المستويات لا سيمة السياسية